النهاردة مباراة كبيرة جدا بين Manchester United وأتلتكو مادريد أتلتكو مادريد تسيّد الشوت الأول كان أفضل كثيراً من Manchester United جاب جول كرة في العرضة وكانت الأمور ممكن تبع نتيجة كبيرة جداً من الشوت الأول شوية تانية تحول Manchester United بقى أفضل هجومان بقى أفضل تغييرات كانت مميزة ويداً Manchester United يتعادل في هذه المباراة الصعبة جداً في أسباني بصة كريم أنا عندي علامة التفاهم كبيرة قوي على سيميوني سيميوني ليه بيرفض يلعب كرة؟ وهو عنده كل الأدوات اللي تلعبه كل الكرة اللي هو يحتاجها يعني أنت عندك Griezmann تخيل ما أقولك Griezmann وسوارز قاعدين حتياطين النهاردة يعني اسمين دول لو راحوا أي فريق تاني يبدأوا أساسي هو دايما أنا جواب فليكس واحد من أهم المواهب اللي في الكرة في العالم لعيب جامدوي لعيب جامدوي وأنا شايف وجهة نظري يعني إنه هو تظلم إنه لعب مع سيميوني يعني الولد دا لو كان راحوا مع كلوب أو جورديولا كان زمانه دلوقتي في نفس الليفل بتاع مبابيماس لأنه عنده كواليتي عالية جدا لكنه تظلم في طريقة اللعب النهاردة سيميوني بيبدأ خمسة ثلاثة اتنين بيعتمد على أنخ الكورية في الهجوم مع جواب فليك زي ما أنت قلت التأمين الدفاعي القوي بتاع سيميوني المعتاد عليه المعتاد عليه إيه؟ السنة دي الدفاع الدوري وحش آه ما أنا بقولك السنة دي دفاع أتلية كومدريد دا مش دفاع لا حتى الحارس في حاجة أوبلاك السنة دي مش في أفضل مستوياته لكن قصدي ما أمن النهاردة بيعب بسافيتش هوا حاول يكتر هوا حاول يكتر عشان يمكن الدفاع يبقى أحسن والشروط الأولاني كانت نكحة معاه لكن هو ما بناش عليه بقى في الشروط التاني وهو يعني أنا بشوف إن الشروط الأولاني هي دي الصورة إسلام اللي توصف لي حال الشروط الأولاني كريستيانو بيقولهم طب واحدة يعني واحدة طب مظبوطة أطلع جيبها من فوق الرقصية كان الشروط الأولاني كل الكروصات اللي بتتعامل من الباكات بتوعه ومنشستي رونيوتت كانت سيئة جدا لكن رالف راجنك على قد ما هو مدير فن كبير وعلى قد ما هو لو بسيت على أرقامه أصلا يا كريم في الشامبيوز دي كله تاريخه كله ده الماتش التلاتاشر ليه في الشامبيوز دي رقم قليل جدا مقارنة بسيميوني يعني لكن تغييراته من ماتشي ليدز مؤثرة النهاردة لما تنزل تلس باك شمال ما كانشه ونزل وان بي ساكا ونزل ماتش ما كان بوكبا وبعدين نزل إيلانجا الفريق اتطور كتير وكريستيانو رونالدو قدر ان هو يحارب نيبسي أقولك ان إيلانجا ده هيبقى اختراع ومهاجم كبير بس أنا عملت كده مع مارسيال وعنده انتري هنا بي وبتاع وما تلاقش ولا حاجة فمش عايزة أستعجل عليه المرش الفاتحة تكون حلوة في مرش ليتز الشكل وعنده حاجات حلوة الفينش النهاردة الكرة اللي جابة جول في قبلك التحول الوقت الناس ممكن يشوف الكرة سهلة قوي بس التحول الوقت بياخد الاكشن بتاعه انه يحطها له هو ثبت قبلك رغم انها في زاويته بس هو مخلاش قبلك يلحق يعمل الاكشن يعني يبتفي معك ببراك الرايك في اسلام ماتش حلو بس أنا عايز اخد من كلام مرهان انه متفي معاه في حتة تاعت سيميوني بس باني تاني يعني طبعا ريال مادريد متفوق متصدر وسيزن قوي جدا لبنزيما مثل من وفليسيس جونيور ولكن اتلتكو مادريد عنده كل التول زاكريم انت النهاردة بتكلم بتلعب 3-5-2 تبدأ بكوريا وجوها فليكس طب امتى يعني انا لو عندي مثلا سواريز وفليكس واجريزمن انا هلعب 3-4-3 هلعب 4-3-3 هستفيه ده هو بيغير طريقة اللعب دايما ما بين 4-3-3-3-9-4-4-4-2 على طول عنده اكتر من طريقة لعب لكن انت النهاردة لما تلحب به عنديش مشكلة خالص بس انت عندك كمية اسلحة تقدر تستخدمها رهيبة وكوريا ممكن يبقى هو حل لكوريا العب هايل بس يبقى هو الحل اللي عندك لكن ما تموتش سواريز خاصة الماتش اللي فات سواريز جاب جون اسطوري والراجل وجوده في ماتش زاده حتى لو انت هتقول سواريز تعبان كبير ايا كان اللعيبة دي ما بتجبرش بس الجلوري بتاع الشامبينزيج بيخلي اللعيبة دي تطلع احسن ما فيها فانت النهاردة عندك مشكلة كبيرة انا بشوف ان في وقت لازم ينفاصل بقى مشروع عتلتكم ادريد عن سيميوني ولا هو قادر يديل عتلتكم ادريد زيادة ولا الفريق قادر يستفيد منه انا شايف ان منشستر يونايتد عنده فرصة ان هو اللي يوصل الخبرات بتاع الفريق رالف بدأ يفهم الفريق اكتر انا عندي ايس ان هو هيخلصه في الالترافورد وانا يعني منشستر يونايتد انا شايف ان سيميوني مش هيكمل وانا مش عايزه تكمل بصراحة يا كريم يعني الكلام روامت انا كنت احب سيميوني جدا ان هو مدرب عنده هوية بدافع بشتغل مهينة ما يبقاش عندك العيدة تقدر تهاجم وبرضه ما تهاجمش شايف سيميوني فين فريق في العالم سيميوني عايز فريق في الدوري الايطالي انا بحيث انتر مثلا بس وفي حاجة بس اسلام في حتة قتلاتكو مادريد سيميوني الخوف من جمهور قتلاتكو مادريد يعني او ادارة سيميوني ان يحصل لهم نفس مصير ارسنل ومانشستر يونايتد الراجل ده هو مش مثل مدير الفنة كريم هو صاحب النادي هو صاحب الليلة كلها فهو خايف يشيل الراجل ده الدنيا تقع زي ما وقعت مع فينجر في ارسنل ووقعت مع السير أليكس سنين طويلة ومعرفش اللي موها بس لازم نحط في اعتمارنا حاجة تحديدا من المثال بتاع فينجر ارسنل وينجر انه المشروع ده كان بيتضمن من وقت ما ارسنل كان موجود في ارسنل قعد اربع خمس سنين الدنيا عماله تقع فهو مش لازم تستنى على السيميوني انه هو اربع خمس سنين هو ممكن تاخد الاكشن اه انا قصدي ان التولز او كلام روان منطقي جدا بس التولز اللي عندك حاليا بتقولك ان انت اخد بطولات اكتر مفروض تنافس على الدوري بممتهى الاريحية زي انت بتقول بقى على دفاعه ايه الفريق اللي مشهور جدا بالقوة الدفاعية والمنظومة الدفاعية بتاعت سيميوني بقى عنده مشاكل دفاعية كبيرة جدا لا وانت سيميوني اللي خد الدولي الاسباني في وجود ليونين ميسي وكريسيان ونالدو في ريال برشلونة انت يعني مفروض اتنين فاينال شامبرزيج اعتقد باربع ومطلع منهم بايرن ومطلع منهم برشلونة وفي مرة تانية مطلع فانت كمان الوضع بنسبالك في الدول الاسباني اسهل من السنين اللي فاتت انت بتنافس اتنين فيهم واحد اصلا بعيد خلاص برشلونة بعيد جدا والتاني ده يعني برضو يعني وريال مدريد على الله كايسو ريال مدريد احنا ماشيين بالزق امروان بيخزي العين عشان ريال مدريد يكمل لا ما هو يا سوابي يا مسنودة على مطش بريس سان جورمان ايوه كان فيه اهانا اهانا كروية حقيقية يعني كمان اسكواد قتلتكو مدريد يا كريم بيتطور والراجل بيصرف وبيجيب العيب عشان نسوه اصلا تلتكو مدريد ما بيصرفش تلتكو مدريد من اكتر فريل اللي بتصرف يا جماعة هيكتور هيريرا كراسكو جريزمان سواريز فرقوية جدا